ولكن طبعاً كان يمارسوا عوائد كثيرة في هذا العيد وخليني عشان سياق الحديث أركز على عادات اتنين طبعاً بحسب التقليد أو بحسب التلمود اليهودي فالعادة الأولى اللي كان بمارسوها أنه كان رئيس الكهني مع احتفال موكب كبير بياخد جرة من الفضة جرة فضية وبينزل يعني بيصير من منطقة هذا الرواق رواق النساء والمنطقة الكهنة وبيصير في دار الأمم وبينزل من المدخل الجنوبي المدخل الجنوبي اكتشفوا اليوم هو بالضبط تحت اليوم اللي بيروح بزور البلاد بالضبط تحت مسجد الأقصى من هذا السلالم أو الدرج بينزل لوادي قدرون اللي بيتقابل مع وادي ابن هنوم وهناك في بركة مشهورة بركة سلوان مذكورة في يحنى تسعة عندما قال يسوع للأعمى اذهب واغتسل في بركة سلوان ففي هذا الموكب البهيج والاحتفال الكبير فبعب الجر مي وبيرجع إلى منطقة الهيكل وبصب المي على المذبح على المذبح وسط هذا الموكب فطبعا هذا المشهد كان أمام الرب يسوع المسيح في يحنى سبعة قال ووقف يسوع في اليوم الأخير من العيد وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب كان بيتكلم عن الروح القدس وبيتكلم عن مياه أو أنهار بتجري من بطنه يعني رسالة روحية اللي بتتزامن مع نبوة الشعياء والنبوات في العهد القديم فأخذ هذا الحدث من يعني ملء الجرة بالماء الجرة الفضية إلى شخص المبارك إذ يقول فليقبل إلي هو الموضوع هو الأساس هو طبعا الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعطي الماء الحي كما قال في يحنى 6 آية 35 أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا اشتركوا في القناة